بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام أهلا ومرحبا بكم في مواقف من حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع المعلم الأول سيد الأول والآخرين أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام خارجا على الصحابة وكان في الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومعه صحابيا آخرا فكان كل منهم يقول لصاحبه أدعو فدع الصحابة الأول وأمن أصحابه ودع الصحابة الثانية وأمن أصحابه ثم خرج النبي عليهم والدور على أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال ما بكم قالوا كنا ندعو ونؤمن قال والدور على من الآن قال علي أنا يا رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال وبما تريد يا أبا هريرة قال يا رسول الله بما دعا صاحباي وأن يهبني الله عز وجل علما لا ينسى فأمن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدعاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان من الصحابيين قال يا رسول الله نريد مثل أبو هريرة قال سبقكم بها الغلام الدوسي سبقكم بها الغلام الدوسي وهنا أنا أقول لكم أيها الفضلاء الكرام هناك دعاء جامع لكل أدعية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطيكم الآن وصفة لدعاء جامع لكل أدعية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم هل تعتقد أن هذا الدعاء ترك شيئا؟ قال بعض أهل العلم هذا الدعاء يجمع كل أدعية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن الحياة مواقف والسعيد فيها من يهتبلها ويأخذ بها كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكما قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكونة ألقاكم إن شاء الله عز وجل في لقاء آخر وموقف آخر من مواقف للصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم